موقف حاسم لمصر منذ بدء العدوان الإسرائيلية على قطع غزة بالرفض التام لأي تهجير قصري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطع غزة إلى خارجه معتبرة أن التهجير تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصرية منذ اللحظة الأولى وعبر اتصالتها المكثفة حذرت مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع وجددت رفضها أي سيناريوهات تستهدف التهجير القصري للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية إن التلويح الدائم من الاحتلال الإسرائيلي باكتياح رفح الفلسطينية قابله رفض مصري على مستويات عدة على رأسها الرئيس أسيسي الذي شدد خلال لقاءاته الثنائية أو خطاباته على أن تصفية القضية الفلسطينية لن يحدث على حساب مصر معتبراً أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر قد يؤدي إلى تهجير من الضفة الغربية إلى الأردن وأن التهجير خط أحمر بالنسبة لمصر ورغم كل تلك المحاولات السابقة والحالية من الاحتلال الإسرائيلي بالضغط بورقة رفح الفلسطينية لم تألو مصر جهداً في فتح معبر رفح البري إذ أكدت فتحه منذ اليوم الأول أمام الجرحة والمرضى الفلسطينيين بالإضافة إلى إدخال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع رغم القصف غير المنقطع من الجانب الإسرائيلي